موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مع ثورة الشعب الإيراني أعلنها لا أخاف ولا أتردد حتى وإن كره الإيراني هنا العرب والترك وكره كل الناس إنهم يكرهون أنفسه أحيانا شعب العنصري أنا عشت في الوسط الإيراني يقول لك أنا أكرهك لأنك عربي وهو يبتسم أنا مع ثورة الشعب الإيراني مع حرية الشعب الإيراني رغم كل شيء رغم ما فعله النظام الإيراني بإيران أولا كما اعتدت أن أكرر وبالدول العربية الأربعة أو الخمسة أنا مع أن يتحرر الشعب الإيراني مصلحتي كعربي أن يتحرر الشعب الإيراني من هذا النظام المجرم الدموي إذا استطاع الشعب الإيراني أن يخرع هذا النظام النتائج ستكون باهرة في العراق في اليمن في سوريا في لبنان في فلسطين النتائج ستكون لصالح الأمة العربية والإسلامية يجب أن يفضح هذا النظام وينتهي دوره دور هذا النظام هو فرض الحجاب الحجاب مسألة طوعية المرأة حرة في أن تتحجب أو لا تتحجب هذا خيار المرأة لا يوجد رس قرآني صريح وواضح يلزم المرأة بالحجاب أو يلزم السلطات بإجبار المرأة على الحجاب إذا المرأة لم تتحجب وكان هذا الأمر واجبا دينيا حسابها عند رب العالمين ليس عند علي خامنئي الذي يجيز زواج المتعة ويجيز كل هذا العهر ويجيز كل هذا الخراب في القيم الإسلامية والمبادئ ويأتي لي يتمسك بمسألة شكلية من شأنها أن تعطي طابعا إسلاميا على كل السلوك غير الإسلامي الذي يقوم به نظام البلالي في إيران كل السلوك غير إسلامي يعني في إيطاليا عندما زار الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إيطاليا الحكومة الإيطالية وضعت غطاء على التماثيل حجبت التماثيل لشدة التملق وشدة الكذب عندما يأتي تأتي أي مسؤولة أوروبية إلى إيران ترتدي الحجاب هل من نفاق أكثر من هذا؟ القانون القانون الإيراني ما هذا القانون؟ أعلى نسبة انتحار في الشرق الأوسط في إيران البلد الوحيد الذي يجيز بيع الآضاء البشرية علنا هو إيران والله تبكي وأنت تنظر إلى أبواب السيدليات والمستشفيات وتقرأ الإعلانات الصريحة أنا فلاني فلاني عمري 22 دهج دهج سال 22 سنة صحتي جيدة سالم وأريد بيع كليتي أو عيني أو ابني يضعون إعلانات لبيع أطفالهم على أبواب المستشفيات وعلى أبواب المدارس وعلى أبواب السيدليات وفي الأماكن العامة أعلى نسبة انتشار المخدرات في العالم هي في إيران أعلى نسبة انتحار كل الموبقات كل الموبقات أوجدها هذا النظام في إيران أول ما جاء لتدميره جاء لتدمير إيران ومن ثم أراد أن ينقل هذه التجربة الراقية والرائعة والناجحة إلى الدول الأخرى إلغاء دور الدولة وحكم الدولة بالميليشيات جاء ليحكم العراق بالميليشيات ويريد أن يحكم اليمن بالميليشيات ويريد أن يحكم لبنان بميليشي حزب الله ويريد أن يحكم سوريا بالميليشيات وحكم غزة بالميليشيات هذه هي الفلسفة والطريقة التي ينقنها النظام الإيراني لتخريب بلداننا وحواضرنا العربية هل نحن فعلا أصحاب مصلحة في دعم الثورة في إيران؟ نعم نحن أصحاب مصلحة لا نستطيع أن نكون على الحياد ولماذا نكون على الحياد؟ هل كان هذا النظام على الحياد عندما دمرت المدن والقرى والبلدان العربية؟ هل كان هذا النظام على الحياد؟ وإذا كنا نعتقد بأن سقوط هذا النظام سيؤدي إلى خسارة داعم ومساند أساسي لنا في صراعنا مع إسرائيل فهذا يعني منتهى المهزرة إذا كان فعلا هناك من يفكر بهذه الطريقة حتى الآن لا أدري متى أطلقت إيران صاروخا واحدا على إسرائيل إسرائيل قصفت القوات الإيرانية في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي داخل إيران ولم ترد إيران إيران تستخدم شعار فلسطين للكذب فقط والخداع والتضليل هي وتنظيم الإخوان المسلمين يلعبون هذه اللعبة الخبيثة على أمتنا وشعبنا والرأي العام البسيط العادي وأعتقد أن الغالبية العظمى من الناس اكتشفت هذا الأمر يعني لا داعي لكي يتحدث به أحد الأمر أصبح مكشوف وواضح وينطبق عليه مقولة أن الحمار اختلف مع الغزال على لون العشب الغزال يقول لون العشب أخضر الحمار يقول له لا لون العشب أحمر فذهبا إلى الأسد ليقضي بينهما فقضى بمعاقبة الغزال لأنه يقول لون العشب أخضر ومنعه من الكلام شهرا كاملا بعد أن انتهى الشهر جاء الغزال للأسد قال له هل أنت جدي في أن لون العشب أحمر قال له لا أنا أعرف لون العشب أخضر ولكن عقبتك لأنك كنت تناقش حمارا لا تناقش الحمير في هذا الأمر كل من يعتبر أن إيران معادية لإسرائيل هو حمار كل من يعتبر بأن وجود خميني على أرس السلطة في إيران بعد الشاه قد حسن موازين القوى لصالح الأمة العربية والفلسطينيين هو حمار أيضا لأن الدلائر على الأرض تشير إلى غير ذلك بل تشيره إلى عكس ذلك هذا الموضوع انتهينا منه اليوم من الذي يثور على النظام الإيراني؟ عندما جاء هذا الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي كان قاضيا في بداية الثورة وكان مكلفا بإصدار أحكام قضائية لإعدام المعارضين أصدر أحكاما بإعدام عشرات آلاف المعارضين وهو مطلوب كمجرم حرب وتنادي المعارضة الإيرانية كل العالم وملظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية بأن يحاكموا إبراهيم رئيسي بدلا من أن يحاكموه سمحوا له بالقدوم إلى واشنطن وإلقاء خطاب أمام الأمم المتحدة وعندما أنهى الخطاب حملوه الهدايا والتحف ليعود بها إلى إيران بدلا من أن يحاكموه هذا إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي هناك أربع مجرمين كبار في إيران معروفين علي خامنئي أول هؤلاء وهاشم رفسنجاني الذي قتلوه فيما بعد هو ثاني هؤلاء ومحسن رضاء ثالث هؤلاء هو إبراهيم رئيسي هو ربيعهم هؤلاء الأربع مجرموا حرب معروفون في إيران بأدوارهم وبالتفاصيل المملة هناك توثيق لتصرفاتهم داخل إيران أرعبوا جيلا كاملا من الشعب الإيراني أسكتوه وأخرسوه قتلوا من قتلوا وهرب من هرب والباقي عاش تحت سلطتهم وسلطانهم مرعوبا خائفا من الذي يقوم بالثورة الآن؟ إنه الجيل الجديد الذي ولد بعد العام تسعين كل هؤلاء من الطلاب طلاب المدارس وطلاب الجامعات والذين يتظاهرون يتحدون الخوف لأنهم من الجيل الجديد الذي لم تؤثر به عمليات الرعب التي بورست على أيام آبائهم وأجدادهم هذه هي القضية هذه هي القضية أنت يعني فعلت كل الجرائم لكي تسيطر على المجتمع الإيراني وسيطرت ولكن ماذا تفعل من الجيل الجديد؟ هؤلاء لا يرفعون شعارات لها علاقة بالحجاب ولا شعارات لها علاقة بالطعام ولا شعارات لها علاقة بفرص العمل ولا شعارات لها علاقة بحرية القول والعمل لا لا شعارات لها علاقة بإسقاط النظام لها علاقة بالكرامة الإنسانية بالوجود الإنساني بأصل الإنسان ووجوده في وطنه بحقه في بلده أكثر من 20 مليون إيراني خارج إيران فارين من هذا النظام بينهم حوالي أكثر من 5 مليون في نصف أنجلوس وحدها في أمريكا أكثر من مليوني إيراني في تركيا وهناك دول كثيرة فيها في جورجيا في إيراني كثر في بلدان كثيرة هؤلاء هربوا من هذا النظام المجرم الذي يحميه الصمت الدولي وفي نفس الوقت تجد أن بكل وقاحة بكل وقاحة تتدخل أمريكا من أجل السماح لكوريا الجنوبية بالإفراج عن 7 مليارات دولار من أرصدات هذا النظام المجمدة بحكم العقوبات السابقة هذا ما يحصل هذا ما يحصل هذا ما يحصل بالضبط لماذا لا يقدمون الإنترنت للشعب الإيراني أنا أقول لكم ظاهرة حتى الآن هناك خمسة من ضباط الجيش وأنا شرحت الفرق بين الجيش والحراس الثوري الجيش هو من الشعب والشعب ويمكن أن يكون أي واحد في الجيش سواء كان سني شيعي مسيحي يهودي المهم أن تكون مواطن إيراني لك الحق بأن تكون في الجيش وإذا كانت الخدمة إلزامية تشمل الجميع أما الحرس الثوري فهو من المختارين عقائدياً والمعبئين عقائدياً ولهم دروس خاصة وحالة خاصة هؤلاء هم حماة النظام خمسة من ضباط الجيش حتى الآن أعلنوا تمردهم ووقوفهم إلى جانب المتظاهرين طيب أنا أقول لكم شيء هل تعرفون حجم المعاناة التي يعانيها ضابط يريد أن يعلن انشقاقه؟ لا يوجد انترنت هو يسجل على تليفون ولا يستطيع أن ينقل المادة لتليفون آخر ويرسل التليفون كما هو إلى خارج البلاد حتى يستطيعوا أخذ المادة منه أو يذهب إلى الحدود في منطقة فيها انترنت من الدولة المجاورة حتى يتمكن من إرسال المادة إلى خارج البلاد ونشر الفيديو ولذلك العدد قليل المتمردون كثر لكن ليس كل هؤلاء يستطيعون التسجيل والإرسال والبث والنشر لا يوجد انترنت الولايات المتحدة كذبت على الناس عندما وعدتهم بالانترنت كذبت عليهم هذه هي الحقيقة ولذلك يعني البعض قد يرى أن العدد قليل لا ليس قليلا أبدا هؤلاء هم الذين تمكنوا من نشر أقوالهم وتصريحاتهم الجيش حوالي 450 ألف هؤلاء مع شعبهم وعندما يأتي الوقت المناسب يستطيعون حسم المعركة لصالح الشعب الإيراني في مواجهة هذا النظام هؤلاء من الممكن أن يراهن عليهم بشكل جدي وأنا أقول هذه الثورة مختلفة عن كل الثورات السابقة ثورة فيها إمكانية الانتصار فيها بوادر الانتصار فيها آمان الانتصار ولكن يجب أن لا تكون هناك أي دعوات انفصالية في هذه المرحلة أي دعوة انفصالية لأي فئة من الفئات ستؤدي إلى تفتيت وحدة صف الشارع الآن الكل مجمعون على الوقوف وقفة واحدة وراء مقتلت مهسى أميني الكردية السنية التي تنتمي إلى قرية قرب سنندج لا ينظروا بأنها سنية أو شيعية أو مسيحية أو غير ذلك نظروا أنها فتاة إيرانية وقتلت ظلما والظالم يجب أن يرحل عن السلطة هناك ظروف مختلفة وعديدة في إيران وداخل إيران وخارج إيران تبشر بالخير وتبشر بأن هذه الثورة لديها إمكانية انتصار أنا أزداد قناعة يوما بعد يوم الحقيقة إذا كان هناك من دعم غربي فإن الثورة ستنتصر بسرعة إذا كان هناك من دعم إقليمي يتمرد على القرار الغربي ويدعم الثورة الإيرانية فإن هذه الثورة ستنتصر بسرعة أكثر أو بسرعة أقل من الأحرى أما إذا بقي الاعتماد على الشارع الإيراني والرأي العام الإيراني والشعب الإيراني والمرأة الإيرانية التي تحرك الشارع والرأي العام يبقى أن ننتظر تمرد الجيش وأنقلاب يقوم به الجيش هذا قد يأخذ وقتاً وقد يتبعه دماء كثيرة وقد يكلف الإيران والدول المجاورة أكثر وأكثر ولكنه قد يكون الخيار رقم ثلاثة الممر الإجباري الذي لا بد منه آخر العلاج الكي بصراحة إيران تستطيع المرأة أن تقود هذا البلد أنا لا أعيب إيران في ذلك هذه طبيعة الشعب يسألوني الإيراني يقولون له من أين أنت يجيب لم أتزوج بعد يعني عندما يتزوج سينتمي إلى عائلة زوجته وبلدة زوجته أو مدينة زوجته هذه تركيبة شعب ثقافة شعب هذا ليس عيباً فيهم أو فينا نحن مجتمع رجولي ذكوري هم مجتمع أموم إنوثي وبالتالي المرأة قادرة على قيادة المجتمع وقادرة على تحريد المجتمع وقادرة على انتصار في المجتمع ضد هؤلاء الطغاة أنا أراهن على هذه الثورة لأكثر من سمم هذا واحد من الأسباب السمم الثاني الذي ذكرته قبل قليل هو أن الجيل الجديد الذي لا يخاف هو الذي يشارك هذه الثورة ويحييها الجيل الجديد الذي لم يرى الرعب الذي رآه أبوه وأمه وجده هذا هو الذي يشارك الثورة هذا هو وقود الثورة وسيكون ربادها خامنئي وكل أزلام خامنئي وكل أزلام النظام الإيراني الذين ملأوا البلاد فسادا في إيران وخارج إيران الذين دمروا إيران ودمروا الدول العربية الذين شوهوا سمعة الإسلام الذين يدعمهم الغرب من أجل محاربة الإسلام والمسلمين هؤلاء سيكونوا رماد هذه الثورة علينا جميعا أن نتفائل وأن ندعم الشعب الإيراني في ثورته وأن نقف إلى جانبهم وأن نقوم بموازاة الشعب الإيراني بثورة ضد أذناب إيران في بلادنا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي قطاع غزة أينما يوجد أذناب لإيران ومخالب لإيران علينا أن نقف في وجوههم ونصفاهم كما يفعل الشعب الإيراني في إيران علينا أن نتمنى هذه المواقف حتى ننتصر وتنتصر الثورة الإيرانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته